أوميكرون جعل من نفسه السائدة في عدة دول من العالم وعيد رأس السنة بات مقيداً بسبب المتحور الجديد دول كثيرة فرضت قيوداً وإغلاقاتاً كانت آخر ما يتمناه مواطنيها في شهر الاحتفالات خصوصاً أولئك الذين خططوا للسفر في العاصمة الفرنسية باريس التي لا تخلو من السواحي شتاءً وربيعاً بل سيفاً وخريفاً وعلى ذكر الخريف رياح المتحور أوميكرون بحفرت أوراق الفرنسيين ليتم تسجيل أرقام رهيبة من الإصابات داخل الأراضي الفرنسية وذلك ما جعل الحكومة تقرر إلغاء كل الاحتفالات مع فرض قيود للقادمين من بلدان كثيرة على رأسهم بريطانيا أما هولندا فقد فرضت إغلاقاً عاماً مع عدم وجود أي احتفال تتجمع فيه الحشود وبهذا تكون قد انضمت إلى قائمة الأوطان التي حتمت على مواطنيها احترام قوانين الإغلاقات إلى جانب الدانمارك التي أغلقت كل المراكز وأماكن الترفيه بعد الإعلان عن سيطرة أوميكرون على الإصابات فيما شددت النمسا قيود الصفر مما ثبط إقامة الاحتفالات وحتى التوجه نحو الوجهات الكبرى وبينما يؤكد خبراء الصحة أن العودة إلى سيناريو مارس 2020 مستبعد إلا أن المواطنين مستؤون جداً من تلك القرارات الأخيرة التي أفقدت عواصم العالم الكبرى سحر لياليها في عيد الميلاد ورأس السنة اشتركوا في القناة